اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في مملكة البحرين تسجيل 1399 حالة قائمة جديدة وبيّنت الوزارة أن العدد الإجبالي للحالات القائمة وصل إلى 12547 حالة منها 28 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و7 حالات في وحدة العناية القصوى فيما لن يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 2543 حالة إضافية ترجمة نانسي قنقر